فقط ده لك بيلعب السهل قوي ومواقف واحد الدواحد اللي المفروض بترحله مثلا كمهاجم مفيش حد كم يعد من مهر همام الحقيقة يعني هو حتى سمي بالصخرة عشان كده يعني يمكن في الحقيقة السنوات كلها اللي لعبها يمكن مثلا حد روغه مثلا بتاع تروغ في حياته مثلا تعاشوا مرات ولا حاجة لكن هو من أميز المدافعين اللي يقوم في تاريخ الكرة المصرية مهرب عشان احنا كنا قربين جدا من بعض وكنا مجموعة الحقيقة يعني ما بنسبش بعض يعني كنت انا ومهر همام وحمد الجمعة مختار مختار كان كابتن محمود الخطيب احنا يمكن زي ما قلتلك الحقيقة ان احنا ما كناش كنا في هواء لكن احنا ازاسا كنا بنعمل لنفسنا معسكرات يعني تخالي ان احنا بنعمل لنفسنا معسكرات قبل المباراة بيومين ثلاثة ولا حد كان بيقولنا الكلام ده خالص يعني كنا نروح هنلاعب مثلا اي فرقة نروح نعمل معسكرات نفسينا يومين ونقعد نتكلم في الفرقة التانية هنلعبها ازاي وعندهم ايه ودفاعيا ايه وهجوميا ايه اعتقد زي ما بقولك الجيل بتاعنا يعني جيل كان بصراحة انتي النهاردة في احتراف وفي الحقيقة ماديات بشكل كبير جدا 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 لا يمكن وانا متأكد من دي هتلاقي الالتزام اللي كان موجود عند الجيل بتاع الحقيقة اللي بقى نتكلم على مصطفى عبدو نتكلم على القطير نتكلم على مختار نتكلم على ماهر نتكلم على محمد عامر نتكلم على طبعا يعني مجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم الحقيقة من اللعيبة اللي هي ااا seguro صاحب صاحبه يعني راجل بشكل غير عادي يعني هو طبعا كلمنا عليه فنيا في الملعب وكلمنا عليه التزام لكن هو كمان من اللعيبة القلب ابيض جدا 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 يعني ما عطقتش ان ماهر في تاريخه مثلا حتى زعل حد لا ماهر جميل وعلى طول مبتسم وعلى طول يعني مافيش مفيش آلاء لا ماهر من الشخصيات الجميلة اللي جات في تاريخ الكرة المصرية نفعتله ايه عشان يوليك نعم جميل رمضان رمضان عشرة عمرة كانت مصافة جميل طيب